بن ناصر صراح هذا الأسبوع بأن أرقى هدف يطمح إليه هو الفوز بالكرة الذهبية لأنها طبعا أعلى جائزة يمكن الفوز بها مدربه بيولي عقب على تصريحاته وقال من حق بن ناصر أن يحلم أعلم بأنه يمتلك الكثير من الإمكانيات ولكن حاليا مازال يحتاج إلى بعض الوقت ليصل إلى أفضل حالته بالطبع لما تعود من إصابة سبعة أشهر غياب عن الميادين هذا أمر مفروغ منه محمد ولكن نعي جيدا أن إسماعيل بن ناصر له التبات الدهني وله أيضا إنسانيا يعتبر لاعب دو أخلاق عالية وهذا ما سيساعده على العودة الميمونة إلى الميادين بأعلى مستوى وحق مشروع أنه يطمح ويكون له أهداف لتحقيقها سواء مع ناديه خاصة أن بيولي في كل مرة يصرح ويقول أنه بحاجة إلى إسماعيل بن ناصر باعتباره دينامو خط وسط ميدان نادي ميلان وأيضا المنتخب الوطني وتصريحات الناخب الوطني بخصوص إسماعيل بن ناصر بحاجة إليه سواء كان في المنتخب أو حتى في نادي ميلان نعم رايان شرقي لعب الذي كنت تتمنى أن يأتي للعب مع الخضر يقترب من الرحيل هاته الأيام من نادي ليون الذي فتح له أبواب المغادرة وطلب عشرين مليون يورو أمين أفضل ما قد يفعله رايان شرقي في الأيام القليلة المقبلة لو يرحل في المركات الشتوية عن فريق ليون الذي يتخبط في أزمة فريدة من نوعها ربما طوال تاريخه لم يدخل نادي ليون في أزمة مماثلة نادي ليون الذي كان يتسيد الدورية الفرنسي بالطول والعرض بطل فرنسا سبع مرات متتالية في عهد الرئيس جون ميشيل أولاس في عهد جونينيو في عهد لاعبين آخرين بن زيمة والكثير من اللاعبين الموهوبين اللاعبين الكبار الآن يتخبط في أزمة كبيرة لذلك رايان شرقي بموهبته الكبيرة عليه أن يرحل سريعا عن صفوف نادي ليون إلى نادي يستطيع معه أن يفجر إمكانياته شرط أن يجد الاستقرار نعم الشايبي وبن سبعيني خارج كأس ألمانيا نعم نادي الذي خاصة أعتقد أنه بالنسبة للعب شايبي مع نادي فرنكفورت لازاله يصار على جبهة جبهة اللالي كونفيرنس دور المتأمارات الأوروبي نفس الشاي بالنسبة للعب بن سبعيني لازاله تأهل رسميا لدور 16 من دورة أبطال أوروبا لذلك أعتقد بأنه حتى كأس ألمانيا هذا الموسم بعد إقصاء البايرن يلحق به نادي بوريسا دورتموند وكذلك نادي أنتراخت فرنكفورت بقية فقط الصراع على لقب الدوري بين الأندية التي تنفس على الدوري نادي باير ليفركوزن الذي يعد عفوا لتذكير نادي الوحيد الذي لم يخسر بعد في البطولة الخمسة الكبرى نادي باير ليفركوزن 18 مباراة في كل منافسات سجد 64 هدف لحد الآن بقيادة شابي عرنسو الصراع سيكون بينه وبين باير ميونيخ على لقب الدوري الألماني تاقي فيما يخص نادي بوريسا دورتموند أنتراخت نادي جيدا أنه ليس اللاعبين الأساسين هم اللي يلعبون منافسة مثل هذه وصحيح أنه خاصة بوريسا دورتموند يلعب على كل الجبهات ولكن المهم والأهم هو البطولة الألمانية وحتى دور رابطات أبطال أوروبا لما يحمله من أهمية سواء للمناصرين وحتى للعبين نعم ونادي وست هم أبرز المهتمين بخدمات راين شركي مجمو تفضل الأخ محمد لامين وقال الشيء الذي يمكنه أن يقوم به راين شركي خاصة وأنه ليس رياضيا وفقط له مشاكل عديدة سواء في غرف تغيير الملابس مع مدربه السابق جروسو باعتباره أيضا داوي الأصول الجزائرية وما حصل العطال نجد أنفسنا يجب أن نتكلم على أشياء متأتي محمد نعم بودنا أيضا نتكلم على الأمور الرياضية البحثة ولكن نعي جيدا أنه على راين شركي لأعطاء ربما منحنة آخر خروجه من ليون يفتح له أبواب المنتخب الوطني وهذا ما نتمنى نعم ميدو ننتقل إلى بدر الدين أبو عناني الذي قال عبر ستوري في موقع انستغرام وقت الاسترجاع الآن من أجل العودة مجددا بأكثر قوة نعلم جميعا بأنه كان مصابا في الكاحل وسيعود تدريجيا ربما مع بداية العام الجديد نعم سيغب لي خمس أسابع كاملة عسب البيان الطبي سيغب إلى خمس أسابع يعني إلى غاية منتصف شهر جنفي ما ينهي رسميا تقريبا أماله في اللعب كأس أمم إفراقية مع المنتخب الوطني أنت كنت قد أدرجت اسمه في القائمة النهائية لما تكلمت محمد 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 إن جاء Syncan ما سليماني سليماني أعتقد بأنه الدور البرازيلي انتهى لذلك هو اليوم ربما يقال بأنه هو رفقة عطال سيدخلان في تربس في سيدي موسى قبل زملائهم الآخرين ورفقة اللاعبين المحليين ربما الذين سيكونون معنيين بتوجد في القائمة النهائية لكاسعهم إفريقيا قد يدخلون في تربس حد الآن المعلومة غير مؤكدة خاصة أنه بعدما كان من المقرر أن يطير المنتقب الوطني مباشرة نحو أحد البلدان الإفريقية للبقاء هناك لفترة 15 أيام وبعدها الدخول إلى كوديفور إلى مدينة بواكي بالضبط للعب المنافسة أعتقد بأنه البرنامج تغير سيتم لعب مباراة ويدية هنا في ملعب نيسون منضيلا يوم 6 جنفي ستكون آخر ظهور ويدية هنا بالجزائر قبل الانتقال إلى أحد البلدان الإفريقية التي سيخذ فيها المنتقب الوطني تربس يدوم لسبعة أيام وبعدها يوم 13 هكذا يوم الافتتاح سيغادل المنتقب الوطني من هذا البلد الإفريقي الذي لم يظهر لحد الآن رسميا ما هو البلد سيطير من هناك مباشرة نحو مدينة بواكي الجنوب الإفوارية من أجل خوض منافسة كأس أمم إفريقيا والعب أول مباراة يوم 15 جنفي القادم قد نطمح للذهاب إلى أبعد دور ممكن في كأس أمم إفريقيا القادم أكيد الجزائر واحدة من أبرز المرشحين لتتويج باللقب القاري الجزائر منذ نسخة واحدة فقط كانت هي بطل إفريقيا لذلك لازمنا نملك كل الإمكانيات ونفس المدرب أيضا الذي قاد المنتقب الوطني الجزائري لتتويج بهذا اللقب لازمنا نملك كل الإمكانيات اللازمة من أجل ذهاب بعيدا قتلك التخوف الوحيد هو من الكواليس التي قد تنتظر المنتخب الوطني الجزائري في كان كوديفور أمين تقريبا قبل 40 يوم من انطلاق كأس أمم إفريقيا ما هي الأبرز ثلث منتخبات مرشحة للفوز بهذه الكأس ولماذا؟ أنا سوف أضع المنتخب الجزائري لماذا؟ ممكن لإبعاد الضغط على المنتخب الوطني من جهة وأيضا أريد أن أرى بما أنه انتبني الشك بخصوص هيئة الاتحاد الإفريقي أريد أن أرى ثلاث مقابلات الأولى للمنتخب الوطني وبعدها ممكن أني أقيم تقييم كامل وشامل للثلاث مباريات لأن محمد كأس إفريقيا تظاهرة كبيرة رياضية وفيها أيضا أمور غير رياضية قد تحدث من أرضية الملعب من المناخ الذي ممكن ليساعد لعبين الوطنيين من أشياء عدة فلهذا سوف أضع المنتخب الإفواري وسوف أضع المنتخب السينيغالي أيضا وسوف أضع المنتخب المصري ثلاث منتخبات أنت طالبتني في ثلاث منتخبات مو ينقذ نيجيريا أيضا من المرشحة معلش كود إفوار السينيغال ومصر كود إفوار سينيغال ومصر من هي المنتخبات الثلاثة التي ترشح عن تأميته سينيغال مصر سينيغال مصر نيجيريا سينيغال مصر نيجيريا بنظر الأسماء أنه عندهم خط هجوم مرعب بونيفاس سينيغال مصر أرمادة من اللعبة المنتخب النيجيري لو تكون عندهم جماعة قوية في كاسو من فرقية القادمة بيكون ديفوار ممكن جدا المنتخب النيجيري على مر السنوات ميدو كان يمتلك أسماء مرعبة ورهيبة ولكن مشكلته دائما في المجموعة تعرف أنه في نيجيريا كين العديد من القبائل كين العديد من التوجهات كين العديد من الفصائل لذلك تجد هذا الأمر ينعكس في المنتخب النيجيري بصفة سلبية حتى المنتخب حالي عنده أسماء مثل ما ذكر ميدو ولكن أنا تابعت قليلا في مشواري في تصفية المؤهلة لكأس العالم وحتى تصفية كأسو من أفريقيا ليس لديه منتخب قوي لديه أسماء كبيرة ولكن لا يملك منتخب قوي ربما ستتغير الحوافز عند انطلاق كأس أمام إفريقيا ربما هذا الأمر سيعطينا نظرة أخرى تماما مغايرة للمنتخب النيجيريا الذي يبقى دائما قبل انطلاق أي منافسة قرية مرشحة فوق العادة للتتويج بكأس أمام إفريقيا أنا شخصيا أرشح كوديفور البلد المضيف كأول مرشح وأقوى مرشح للتتويج باللقب ثانيا أرشح المنتخب الوطني الجزائري وثالثا أرشح المنتخب المصري مصر الجزائر كوديفور هذا تقريبا أتفقتم على أن البلد المنظم آمد ولم يرشح كوديفور وأيضا بالنسبة للمنتخب المصري في شبه اتفاق بأنه ممكن يكون هو الفائز بلقب لماذا المنتخب المصري؟ المنتخب ألمانيا في الأورو ألمانيا في كتلاعلم الأورو دائماً ديرهم في دمي فينا المنتخب المصري في كاسو مفاقية نفس الشي ربما في السنوات الأخيرة كان عنده جيل شوية ناقص لكن هذه المرة مع المدرب الويفي طوريانا نشوفه هذا ليس مراه لا علوم دقيقة ولا حكم من نهاية مجرد ترشيح كل شيء ممكن يحدث سوف أستند في كلامي على عنصر الخبرة باعتبار أن المنتخب المصري تاريخياً يعتبر واحد من أحسن منتخبات القارة وأرقامه تدل على ذلك أيضاً التابات الدهني للعبه في كل مرة نجده سوء في النهائي ولما نراه مثل ملاعب ضد المنتخب الجزائري يدافع بكتلة ويهاجم بكتلة ومدربه له من الحين كان لازم لتعطير سوء اللاعبين الشبان أو حتى اللاعبين المتمرسين نخصه بدكري هذا كل من محمد صلاح أو حتى ترزيقي وعنصر شاب مرموش أيضاً الذي يؤدي مثل ومثل ولدنا شيبي أيضاً في أنتراخت فرانكفورت فلهذا منتخب سينيغالي أيضاً مثل ومثل منتخب سينيغالي سينيغالي دائماً تبقى مرشحة فوق العادة لأنها تمتلك من الإمكانيات ما يؤهلها للوصول إلى أدوار متقدمة كما أنه بقى اليوساسي على رأس هذا المنتخب لفترة طويلة زاده قوة وانسجابة تحدث مفاجأة ويغادر سينيغالي دور الأول دورة كلاسة أمم أفريقيا مختلفة تماماً عن كل المنافسات الأخرى سيباط لا يحترم في بعض المرات لا يحترم فيها المنطق بنسبة كبيرة مثل كلاسة أمم أوروبا المنطق محترم لا يحترم في سبع دورات وين تقدر تصير مفاجأة لكن كلاسة أمم أفريقيا دورة ما لا منطقة له كل شيء ممكن فيها نحن في 2019 مهتنا لما مشينا ما كوناش دي صوت صديار واحد ما كان دينا لنا حساب لحقنا النهائي ودينا الدورة